سعيدة اتباري فتاة أفغانية من دول الاحتياجات الخاصة استخدمت الزمرد والذهب لتصميم قلادة بقيمة 8000 دولار أمريكي سعيدة فتاة صماء تدربت في مجال المجوهرات وفي مجال التصميم على الرغم من صعوبة تواصلها مع زميلاتها في العمل إلا أنها تفوقت على جميع الموظفين في مجالها وتم عرض أعمال هذه الفتاة من دول الاحتياجات الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية تخرجت سعيدة من مدرسة دول الاحتياجات الخاصة في كابل قبل أن تلتحق بمعهد فيروسكوة للتصميم في العاصمة الأفغانية أخبار الآن وبمناسبة يوم الفتاة العالمي زارت سعيدة وزميلاتها نتابع لم تمنع الإعاقة الفتاة الأفغانية سعيدة اتباري من مواصلة درب الحياة فبموهبة فذة استطاعت مع هذه الفتاة الصماء خوض عمار العمل بموهبة لا يمكن تجاهلها فكانت محبوظة بأن التقت بمن فتحت لها أبواب العمل انضمت سعيدة إلينا قبل حوالي عام ونصف كنت أتساءل كيف يمكن أن تتكيف مع أجواء التدريب إذ أنها فاقد لحاسة السمع بعد فترة وجيزة ظهرت بمهارات عالية سعيدة فتاة مبدعة قبل أن تنضم إلى هذا المعهد حصلت على جوائز وشهادات قيمة بعضها جاء من منظمات دولية صحيح أننا نواجه صعوبة في التواصل معها في بعض الأحيان إلا أننا نتعامل معها كباقي الموظفين والزملاء هي فتاة محترمة ومحبوبة لدى الإدارة والزملاء أيضاً عندما سمعنا خبر القلاد التي وصلت قيمتها إلى ثمانية آلاف دولار والتي صممتها سعيدة في وقت قياسي فرحنا فرحاً شديداً وقمنا بتهنئتها بشكل غير مسبوق نالت سعيدة ثقة جميع العاملين في المعهد سعيدة تتمتع بمعنويات عالية ولا تضع نفسها من ذوي الاحتياجات الخاصة بل تحب أن تظهر أن الإعاقة أمر طبيعي ويجب التعامل معها بشكل إيجابي هي تحب مساعدة الآخرين وتحاول أن تكون قدوة لهم وإذا كان هذا ما لقته في العمل فلا شك أنها لقيت أيضاً في منزلها من أهلها الدعم الذي أوصلها لهذا النجاح ولدت سعيدة في باكستان حيث كنا لاجئين هناك بعد ولادتها بثلاثة أيام أصيبت بمرض وحمى شديدة وجاء أبوها ونقلناها إلى المشفى وخضعت لعملية جراحية وبعد 15 يوماً خرجنا من المشفى بعد أن تحسنت حالتها الصحية بعدها علمت أنها تنام لوقت أطول مما كانت تنام قبل العملية ووجدت أنها لا تنتبه لأصوات الناس ولو كانت عالية ولم تكن تستطيع الوقوف بساقيها بشكل مستقل فقلت في نفسي بعد فترة ستكون على ما يرم وبقيت هكذا إلى أن وصلت عامها الثاني فعدت إلى المشفى مرة أخرى وبعد فحوصات طبية كثيرة أخبرنا الأطباء أن سعيدة فقدت حاسات السمع بسبب الأدوية التي كانت تتعاطاها بعد العملية أنا سعيدة جداً بأنني أكملت دراسة وتعليمي في فن التصميم إعاقتي لم تمنعني من مواصلة مسيرة المهنية صحيح أنني لا أسمع شيئاً لكن هذا لا يعني أن تتوقف حياتي أشعر بارتياح حين أكمل تصميم خاتم أو قلاد من ذهب وأشعر بامتنان أيضاً حين يقترب الشخص وأنا أشارك في معرضة عالمية ليسألني عن أعمالي وعندما يكتشف أنني لا أسمع يندهش ويتعاطف معي رسالة إلى الفتيات ذوي الاحتياجات الخاصة هي أنه يجب عليكم اكتشاف الطاقات الكامنة والمواهب الموجودة في كون لن يهب لكم أحد شيئاً كما أنه لا يوجد أحد يستطيع أن يمنعكم من تحقيق أحلام كون بهذه الرسالة تختم سعيدة كلامها بكثير من الأمل والإصرار على النجاح اشتركوا في القناة